اهلا احبائنا مشاهدينا حديثي اليوم عن نظرة للاحداث الاخيرة من الاسبوع الاخير من حياة يسوع المسيح على الارض قبل القيامة مثل ما ذكرت ان هذه الاحداث لم تكن صدفة بل عدة مرات لمح المسيح سواء برموز عندما قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان فاتكلم ان هاي الحية كل ما نظر اليها يحيى وهكذا كما قال يسوع وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الجميع اليه ومرة تانية يعني بيتكلم عنه الكتاب انه حمل الله ثم المسيح يتكلم عن نفسه انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم اتكلم عن حبة الحنطة ان سقطت في الارض وماتت في الها نتائج في الها الثمر كبير هكذا يسوع المسيح وقال مرة اخرى انقضوا هذا الهيكل وانا اقيمه في ثلاثة ايام مش بس اتكلم بتلمحات او برموزة لكن اتكلم بصريح العبارة فابتدأ اول مرة يعلن عن الغرض والهدف للتجسد انه سيأتي لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الاموات بعد الاعلان العظيم اللي قال بطرس عن يسوع انت هو المسيح ابن الله الحي من هذا الوقت ابتدأ يسوع يعلن انه ابن الانسان ذاهب الى اورشاليم يسلم الى رؤساء الكهنة وصوف يتألم يصلب ويموت يدفن وفي اليوم الثالث يقوم الى درجة بطرس ما اعجبته هذه الفكرة اتموت على الصليب طبعا لا فقال له حاشاك يا رب اخده وكأنه يعني بينتهر يسوع فانتهره يسوع قائلا له ابعد عني يا شيطان فاذا كل الموضوع هو مجيء المسيح لهذا الحدث ولهذا الاسبوع الاخير